مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن عدوانه على قطاع غزة يعود مصير المليوني فلسطيني في القطاع إلى الواجهة مجددا فإسرائيل حسب تقارير تريد من عمليتها البرية قدم المزيد من أراضي القطاع لمحاربة حماس ولو كانت تريد محاربة حماس لاكتفت بالضربات الجوية فقط تقارير أماطة لثامة عن خطة سرية وضعتها إسرائيل قبل 52 عاما لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء في مصر كخطة ممنهجة للتخلص من القطاع وساكنيها وحسب التقارير فإن الخطة التي رسمت منذ خمسة عقود شملت التهجير القصري للفلسطينيين إلى مصر أو أراضي إسرائيلية أخرى في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال من القطاع الذي بات مصدر إزعاج أمني لإسرائيل إذ صارت مخيمات اللاجئين مناطق لمقاومة الاحتلال والمتعاونين معه بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة فلسطينية في حرب يونيو عام 1967 بين الماضي والحاضر أصبح المخطط الإسرائيلي الرامي لتصفية الوجود الفلسطيني في غزة مكشوفا شيئا فشيئا وخاصة بعد وثيقة سرية نشرتها خلال الأيام الماضية صحيفة كالكاليست الإسرائيلية تتحدث عن وثيقة للاستخبارات الإسرائيلية فحواها نقل سكان غزة قصرا إلى سيناء بعد نهاية الحرب الدائرة في القطاع الآن وبناء على وثيقة كالكاليست سيتم اقتراح تأسيس مدن خيام في شبه جزيرة سيناء وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان وبناء مدن في شمالي سيناء وتشيد منطقة مراقبة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوبي الحدود مع إسرائيل حتى لا يتمكن السكان الذين تم تهجيرهم من العودة وفي نفس السياق كشفت مصادر إسرائيلية خلال الساعات الماضية عن وثيقة للاستخبارات الإسرائيلية عنونت بأن الحل للاجئين في غزة وسيناء الوثيقة أشارت إلى أنه سيتم تنفيذ عمليات لإخلاء شمالي غزة والسماح بالعمليات البرية وإنشاء مخيمات في شمالي سيناء ثم لاحقا بناء مدن لتوطين الفلسطينيين في مصر وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين في سيناء وبحسب مراقبين فإن تحركات الاحتلال لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تتنافى مع معاهدة جينيف الرابعة التي تحدد مسؤوليات دول الاحتلال فوفق المادة التاسعة والأربعين من المعاهدة يحضر النقل القصري الفردي أو الجماعي وكذلك عملية ترحيل الأشخاص من أرض محتلة إلى أرض سلطة الاحتلال أو أرض أي دولة أخرى سواء تخضع للاحتلال أو لا وبغض النظر عن الدافع وراء ذلك ويرى خبراء أن التهجير الإسرائيلي لفلسطيني غزة عقاب جماعي ولا ينبغي معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها شخصيا مردفين أن العقوبات الجماعية وكذلك كل إجراءات الترويع أو الترهيب محظورة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من المعاهدة الدولية ترجمة نانسي قنقر